البقرة و قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ رب الناس المعوذتين و آية الكرسي دل آيات التحصين تحصين النفس و تحصين البيوت قال صلى الله عليه و سلم من قرأ قل هو الله أحد و المعوذتين ثلاث مرات في صباحه أو مسائه كفته من كل شيء نظرة العين الحاسدة الناس اللي بتحقد عليك أي حد بيحيك لك شر أنت بتأمن نفسك و بتمشي عدل عشان يحتار اللي عايز يأذيك فيك لكن جنب الأخذ بالأسباب في أسرار وكنوز للصور و إحنا مؤمنين كده بكده بصدق وعد سيدنا النبي صلى الله عليه و سلم فتقرأ المعوذتين ثلاث مرات الصبح و ثلاث مرات بالليل تكفيك من الشرور الغيبية و الشيطانية و الأذى اللي أنت ما تعرفوش و قال صلى الله عليه و سلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة فتحصين البيوت بقراءة البقرة 49 صفحة صعب شغلها في الكاسة كل يوم في البيت عشان تحصن البيت من الأفكار السلبية و شياطين الجفاء اللي بتخلينا متخنئين مع بعضه و عايشين في تعاسة ما تنساش صورة البقرة دايما في البيت و الحديث النبوي الشهير اللي في البخاري إن اللي يقرأ صورة آية الكرسي إذا دخل إلى فراشه لا يزال عليك من الله حافظا ولا يقربك شيطان فاللي عايز يخش ينام فيه أمان وسلام و يصحى مستبشر اللي عايز يحفظ نفسه من الكوابيس و الأحلام المزعجة يخش ينام و هو متوضي و يصفي نفسه كلا من أي أفكار سلبية جاه حد و يقرأ آية الكرسي تحفظه ولا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح ده إيمانا بسيدنا رسول الله و ده تصدقنا في القرآن في الكنوز اللي وراء صور معينة أنت لا تستغني عنها أشفة